باسمي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين المرة اللي فاتت حد الفاكرة نحن نتكلمنا على إيه؟ لو مش فكريني بلايه عتاب كبير عليكم بصراحة العتاب بالضبط كده المرة اللي فاتتكلمنا على العتاب تكلمنا على كذا نقطة في العتاب تكلمنا على أولا نتدينا طبعا بالآية اللي موجودة في الكتاب المقدس إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وخذنا الآية دي وبديني نتكلم عليها كلمة كلمة حتى أول كلمة اللي هي يعني إن وقلنا يعني الآية بتقول إن أخطأ فاتكلمنا على كذا نقطة النقطة الأولى اللي هي على كلمة إن دي هل فعلا أخوي أخطأ إليه أو أختي أخطأت إليه ولا أنا ربما أكون أنا اللي مخطئ واتكلمنا في الموضوع هل فعلا أخطأ إليه أخي وبعد كده تكلمنا على إيه هدف العتاب من نفس الآية لو بتقول فقد ربحت أخاك إن الهدف والدافع وراء العتاب يكون أن أربح أخي أو أربح أختي ما يكونش لمجرد تصفي الحسابات الشخصية ما يكونش لمجرد إن أنا علشان نبدايق وعايز أطلع المدايقة في الشخص اللي قدامي أو خلافه وتكلمنا على الموضوع ده على هدف أو الدافع وراء العتاب ونقطة التاريخ كانت طرق العتاب إيه طريقة العتاب من حيث المكان إن يكون المكان مناسب الآية بتقول إذهب فإذن أنا بروح لمخصوص يعني تشو إن أنا مهتم فعلا بالمحبة تفضل موجودة بيننا مش أستنى لما نكون في مكان عام ولا أتقابل معاه بالصدفة أو لحاجة زي كده فيشعر يعني إن هو كلام مش طالع من القلب لا أنا بروح مليان محبة مليان رغبة في إن أنا أربح أخوية والزمان إن الوقت لازم يكون مناسب برضو ما يكونش في وقت غير مناسب للشخص الآخر أو مثلا بعد سنين طويلة خالص خالص من المشكلة اللي حصلت ونروح نعاتب بقى على مشكلة حصلت من سنين طويلة الزمان برضو مهم من حيث العتاء والأسلوب طبعا مهم جدا 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 من حيث الإسلوب اللي أنا هتعامل بيه هتعامل إزاي اتكلمنا في الثلاث نوع الدول هل أخطأ إلي أخوي فعلا ما هو الدافع وراء العتاب وما هو إسلوب أو طرق العتاب وقفنا عندي سؤال طرح نفسه في القصة دي كلها السؤال بيقول طيب هل التجنب أفضل أن أنا أعاتب يعني بدل ما أنا أعاتب وممكن يكون نتيجة العتاب ما تجيبشي الهدف اللي أنا بأسعى إليه هل الأفضل أن أنا أتجنب هذا الشخص أو أتجنب هذه الشخصية وما تعملش معها تاني علشان ما نزعلش من بعض التاني ده الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ونشوف هل العتاب أفضل أم التجنب أفضل هل حد عند أي سؤال دغا دلوقتي طبعا ويمكن اللي ما حضروش المرة اللي فاتت يحسوا أنهم يعني إيه مش مجمعين الموضوع قوي لكن عموما ممكن ناخد الموضوع التاني دوا وبعد كي يسمعوا الموضوع الأولاني في اليوتيوب أو حاجة لأنه هو تساكل حاجة عن السؤال أوكي حد أخطأ إليه وفعلا أخطأ إليه وفعلا يعني أنا ليه حق يعني هنفرض يعني كذا بالوقتي السؤال طيب هل أنا فعلا يعني أروح له بجد ولا مروحلوش تكلم معا ولا متكلمش معا أول حاجة لازم تكون عندي الحكمة أو الإفراز وده أطلوبه من ربنا كده في انسحاق قلب وطواضع في الصلاة إن أنا أعرف إذا كان أخوي فعلا من نوع اللي العتاب هيجيب معا نتيجة ولا لا مش من الحكمة إطلاقا أن الواحد يروح يعاتب إنسانه إنسانه عارف كويس أولا إنسانه لا يقبل العتاب يبقى عارف إنسانه لما يروح يعاتبه هتكون إنسانه فيه جايمتنا مشكلة أكبر أو هتكون إنسانه فيه جايمتنا نحنا يمكن نخسر بعض خالص نخسر صداقتنا خالص طيب لو أنا ما قدرتش أعاتب الشخص اللي قديني هل أتجنبه خالص وبقاش أتعامل معاه سؤال يطرح نفسه هنا أولا هل التجنب ممكن؟ يعني أنا أقول هتجنبه طب هل التجنب براكتيكال يعني باصيبل ولا مش باصيبل؟ ليه؟ لأن لو كان الشخص مثلا اللي أخطأ إلي أو اللي زعاني ده وانحد ما ينفعش إن أنا أتجنبه في حياتي يبقى التجنب بزنوتن أبشن يعني يعني زوجي أخطأ إليه هتجنبه ينفع؟ ما ينفعش طبعا أخوي أو أختي أخطأ إليه هل يقدر الإنسان يستغنى عن أهله؟ يعني أخوه أو أخته؟ ما ينفعش طب ابني أو بنتي غلطت في حالي هتجنبهم وخلاص أنا مش هكلم معهم وفي نفس الوقت هتجنبهم؟ طبعا ما ينفعش التجنب في بعض الأحوال ما ينفعش طيب لو التجنب ممكن يخلق مشكلة يعني لو الشخص اللي أخطأ إليه دوا مثلا حماتي أو حماية ده التجنب مش بس مش ما ينفعش ده يخلق مشكلة كبيرة جدا لو أنا تجنبت حماتي طب أنا هتعامل إزاي مع جوزي هيزعل جدا نقولك أنت مش عايز تكلمي ماما أنت مش عايزة تعملي مع أختي أنت مش عايز تعملي مع بابايا وده ممكن يخلق مشكلة أكبر بكتير من المشكلة الأصلية يعني فإذا في بعض الحالات ما ينفعش التجنب أنا قدرش نقول إن التجنب يبقى إذا بنرجع تاني للسؤال طيب أنا مش قادر أعاتب ومش قادر أتجنب يبقى إيه الحل؟ في حل ثالث حل ثالث حلو إن الإنسان يكون قلبه كبير ويسامح ويغفر ويقول ما عليش في مجرس حاجة حتى لو كان فيه إهانة طب ما هو سيد المسيح بنفسه وهين من أجلي احتمل من أجلي احتمل أنا كمان يعني الإحتمال ده فضيلة جميلة جدا بنتمثل بيها بالسيد المسيح نفسه السيد المسيح محتملنا لغاية النهاردة كل واحد مننا بيخطئ مرة ومرات كل يوم يعني ربنا ما زهقش مننا ما أفلش باب الغفران ما أفلش باب التوبة فوشنا لسه بيسمحنا لسه بيقبل منا إهانات لسه بيقبل منا أخطاء كتيرة وخطايا كتيرة ولسه بيحبنا ولسه بيغفر لنا ولسه بينسى الإساءة فإذا كان أنا ربنا بيغفر لي كل يوم ليه أنا ما أغفرش يا أخوي أنا كمان وأنسى وأعتبر إن الإهانة اللي حصلت في يديا يعني كده زي كليل أو حاجة بركة أخذتها من الشخص واحد يقول لي معقول الإهانة وأبركة لو مش مختنى أو الإهانة وأبركة وهي طبعا بركة يعني هقول لك على حاجة بسيطة في كم مرة إحنا أخطأنا ولم نهان يعني أو لم نأخذ العقوب على أخطأنا كتير قوي يعني من غير ما بنتحاسب أو نعاقب على أخطأنا كتير قوي 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 كل يوم كل يوم الواحد بيعمل أخطاء ولا يعاقب عليها وأنت محدش يدري بها طيب لو أنا عقبت أو أهنت على قطأ لم أفعله أحط دي مكان دي وخلاص يعني اعتبروه ميزان كده ويجي الواحد يقول نفسه إيه هي الإهانة اللي جات لي ديا ما جات ليش بس علشان أنا يعني كنت في الموقف ده ولكن هي جات لي لأن أنا عملت موقف قبل كده مع ناس ومتحسبتش عليه فده يعني تصريط حسابات يعني تصريط حسابات يعني مش عايزة أقول ربنا بيصافي حسابات لأنه هو ربنا بيصافيش حساباته بس يعني الظروف الظروف بتصفي حساباته فاحتمل بناء على إن إن يمكن إن أهنت من أجل شيء لم أفعله لأني لم أهان من أجل شيء فعلته بحط دي في بالي نقطة اللي بعد كده هوا لو لقينا إن العتاب مش نافع والتجنب ما ينفع شيء ممكن الإنسان يحط بعض الحدود كنا كلمنا مع بعض أبا كده في موضوع زمان سمنا الباوندريز وكلمنا كذا مرة في موضوع الباوندريز دي إن زي الواحد يحط حدود في تعاملاته مع الآخرين وضع الحدود في التعاملات مع الآخرين مش غلط يمكن يكون حل أفضل من العتاب وحل أفضل من التجنب حل في النص يعني إيه الواحد يحط حدود مع الآخرين يعني يشوف المشاكل بتيجي منين زي المثل في مصري يعني كان يقوله زي ما يقولك الباب اللي يجيلك منه مش عارف الريح سده واستريح بدل ما أنا يعني أخسر الشخص بالكامل أشوف إيه الأبواب اللي بتجيب الرياح العاصفة دي اللي بتدسترب العلاقة اللي بيننا على سبيل المثال شخص مثلا ممكن يكون مادي شوية وأنا عارف إن الفلوس بالنسبة له يعني شيء مهم وما بيحتملش إنه يخسر أي فلوس ما بيحتملش إنه هو يخسر أي ماديات ما جيش بقى أروح مثلا إيه وشاركه في عملية تجارية يعني كده فتحتها لنفسي باب صعب خالص أكيد هتحصل أخطاء أكيد تحصل يعني معاملات مش مريحة منه بالنسبة لي أنا أحس إنه هو مش خير هو يحس إنه أنا مش خير ممكن يحصل مشاكل تحصل إنه إحنا يعني نقصر صدقتنا لبعض أو محبتنا لبعض فبلاش طالما هو الرجل ده صعب شوية أو الست دي صعبة شوية في التعامل في الفلوس أتجنب خالص التعامل معها في الفلوس مهما كانت التعامل بسيط مش لازم الشركة يعني نعمل بزنس مع بعض ولكن يعني فلانة دي تشتري حاجة وبحسبها فلانة دي تعمل بلاش الحكاية دي خالص يعني يعني بلاش الموضوع دي خالص يعني مشاكل حصلت ما بين تلاقي مثلا ستة كبيرة وبنتها أو مرات ابنها أو بتاع وقت لها اشتري لي دي يا بنتي راح اشتريتها جابتها غالية شوية عنها هي متعودة تجيبها تقول لها طب جبتيها لي لما هي غالية تقول لها ماما انت قلتي لي جيبها فانا لما كنتش جبتها كنتها تزعلية وتمشي زعلانة وتروع بقى تقول لجوزي يعني لما كنتش جبت كنتها تزعل ولما جبت بالغالي زعلت إنه بالغالي أنا مش عارفة رياح ازاي وتبقى مش كلا طيب طب ما احنا ايه نحاول الموضوع ده وما ندخلش فيه ما ندخلش فيه موضوعات مالية أو تجارية مع بعض مهما كانت الحاجة بسيطة يعني نتجنب هذه المواضيع تقول لي طب تجنب ازاي ما قالت لي اشتري لها الحاجة وليك بسيطة خالص خلي جوزك اللي يشتريها مش ابنها خليه اللي يشتري لها وهو اشتريها تبقى على قلبها زال عسل ما فيش مشكلة خالص يعني هتقبلها سواء جابها بغالي جابها برخيص جابها اي حاجة ممكن يجيبهم ما يحسبش عليها خالص وكبري دماغي كنت يبقى هنا احنا عملنا ايه بنحط الحدود في التعامل لو في مثلا شخص كل ما اتكلم معاه ونقش معاه اي موضوع هو بيعتز جدا 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 برأيه تحت اي ظرف من الظروف حتى لو كان غلطان لازم يتشنج ويتلاف عن رأيه حتى لو بنتناقش في موضوع كورا يعني بنائس النقاش في موضوع كورا بنائس النقاش في المواضيع اللي هي ممكن تكون تعمل مشاكل خلاص هو بيعتد برأيه وخلاص هو حر ما فيش داعي لما نجتمع مع بعض افتح مواضيع هو يتكلم فيها ويعني يصر على رأيه او اصر على رأيه اصر على رأيه قبل هنا دماغي يعني الحاجات دي معناها ايه؟ انا بحط حدود في التعامل مع هذه الشخصية في ناس تلاقي بطبعها ان كل مرة نجتمع فيها مع بعض لازم تنتهي باخناقة سواء كان عيد ميلاد الجمعنا مع بعض في مناسبة معينة في عيد جواز في عيد مش عارف ايه لازم تنتهي المناسبة دي بمشكلة يبقى بنائس المناسبة دي خالص مش لازم لما نيجي نعمل عيد جوازنا ندعي كل صحابنا وقريبنا وناسنا وبعدين نصهم يمشي زعلان مننا نعمل ايه؟ نشوف بس الناس اللي هم قريبين قوي مننا نحتفل على مستوى العيلة حاجات زي كده وما فيش داعي للمناسبات اللي بتخلق الفريكشن وبتخلق الانفيرومنت اللي ممكن ان احنا نزعل فيه مع بعض وبعد كان اضطر بقى نفكر نعاتب ولا ما نعاتبش ولا نحط حدود ولا ما نحطش حدود ولا نتجنب ولا ما نتجنبش نبتدي بدري عن كده بكتير قوي بان احنا نقول ايه؟ بلاش التجمعات اللي بتعمل المشاكل دي فيه مثلا واحد ممكن لما يتفتح موضوع معين بيوجعه اوزي بك ما فتحش الموضوع ده يعني مثلا مع اولادنا نبقى عارفين ان اولادنا خساسين جدا 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 من ناحية اصدقائهم مجرد ما جيب لبنتي سيلة صاحبتها دي على طول بنتي تزعل وتتشنج وممكن تقول كلام صعب علي وممكن تقول كلام يجرحني تب خلص اتجنب الحديث او الحوار عن هذه الصديقة اللي هي مثلا بنتي حساسة من ناحيتها او او اتجنب الحديث عن الصديق اللي ابني حساس من ناحيته او ممكن جدا يكون جودي مثلا حساس اوي 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 من موضوع المصاريف والاسعار والحاجات زي كده لو اتفتح موضوع الاسعار والغليو والمصاريف والبيت بس تلاقيه زعل وتشنج وممكن يقول لي كلام يجرحني اتجنب هذا الموضوع معي ما فيش داعي ان احنا نفتحه ويعني نحاول ان احنا دايما نشوف مواضيع تانية نتكلم فيها احيانا تحصل مشكلة كبيرة اوي تيجي مثلا واحدة تكلم حمتها على ابنها يعني واحدة متجوزة فلما تروح لحمتها تجيب سيرة جزها اللي هو ابن حمتها ده وتبتدي تعيب فيه مثلا او تقول فيه كلمة ممكن تكون حتى حقيقة ده فلان ده مش منظم خالص انت لو شفت الدولاب بتاعه ما يكشفش ده انا قعد اقول لي حط الغسيل هنا وحط الهدوم النظيف هنا حتى دول يدخبط مع البعض بتشتكي جزها او بتفتح حديث وخلاص بس طبعا ممكن جدا حمتها دي تكون حساسة جدا 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 من ناحية جزها من ناحية اللي هو ابنها يعني يعني ده ابنها وانتي راحت تقول ليه تقول هي ايه ده ده طول عمره مرتب وطول عمره هو ده طول عمره مرتب ولا حاجة لكن هي بتدفع عن ابنها طبعا يعني ابنها لازم هتدفع عنه فبالتالي تبقى مشكلة يا سيتي لما تروحي الزوري حماتك ما فيش داعي خالص 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 تفتحي معوضها يخص جوزك اللي هو يخص اتكلمه في اي حاجة تانية اتكلمه في الطقس في الجو في السوق في المشتريات في اللبس في اي حاجة تانية وما فيش داعي انك تنتقدي جوزك قدام والدته لان انتي عارفة ان والدته حساسة جدا 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 من الكلام على ابنها فالبوينت هنا هون ان انا عامل ايه ان انا اتلافى الموضوعات او المواقف اللي ممكن اصلا تسبب المشكلة اللي هتحتاج بعد كده لقرار اعتب ولا معتبش او اتجنب او ما تجنبش وده عبارة عن ان انا بحط باوندريز في العلاقات بتاعتي مع الاخرين علشان ما ندخلش في مشاكل نرجع ونقول ان احنا كان عندنا دلوقتي اوبشن العتاب اوبشن التجنب واوبشن الايه الحدود البعض ممكن ياخد بقى الاوبشن الرابع اللي احنا ذكرناه في كل مرة على خفيف كده اللي هو ايه اوبشن ان انا اغفر واكن الموضوع ما حصلش ولا انا هعاتب ولا انا هتجنب ولا انا حتى هحط حدود انا انسانة بكبر دماغي وبفوت ويقولوا اللي يقولوا يعني الكلمة ملزقتش يقول محبة تحتمل كل شيء واعدي الامور طبعا بهيفير جميل جدا 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 ولكن نكون حرصين ان احيانا الواحد يعمل غلطة كبيرة جدا 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 مع موضوع ان هو يكبر دماغه دوام وهي ايه الغلطة دي الحقيقة الغلطة دي خطيئة كبيرة قوي 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 اسمها خطيئة التشهير يعني ياخد التشهير انا فاكنا احنا مرة اكلمنا على موضوع برضو التشهير والكلام من من وراء الناس وحاجات زيك يعني ايه يعني انا تعبت من موقف معين او من اهانة معينة جاتي من شخص معين قلت عاتب لا الشخص ده مش احتمل اعتابه وهاقصره لا انا عايزة ابقع على محبته مش هعاتب اتجنب لا مش هقدر اتجنب لانه صديق عزيز او قريبي او اخويا او اختي او كده او ابني او خلافه فما ينفعش ان انا اتجنبه طب احط حدود انا مش عارف احط حدود معاه لاننا قريبين من بعض وكده فا ايه اكيد انه ما قالش حاجة خلاص والطيب احسن لكن كل ما قابل حد من صحابي اتكلم شفت فلان عمل ايه ده حصل وحصل وحصل وقال لي وانا اتجرحت بس انا خلاص انا قلت الموضوع يعني انا لازم انسى الموضوع ده واعدي طبعا ده اسلوب مستليم اطلاقا الاسلوب مستليم ان انا يعني زيان يقول ايه forgive and forget لو انا قررت ان انا ما اعتبش وما اتجنبش وما احطش حدود يبقى لازم يكون فعلا اسلوب اسلوب روحاني سليم جدا ان الموضوع ده انسى تماما من فكري ومن ذهني ومن حياتي كلها لان كون ان انا افتح الموضوع ده مع حد تاني يبقى ده في عملية تشهير وعملية التشهير ده ممكن تخلق مشاكل اكبر بكتير جدا الشخص اللي انا اتكلمت معايا ممكن يروح ينقل الكلام ده ده الشخص اللي انا اصلا مش عايزة تعاتب معاه يعني انا مش عايزة تعاتب لكن اللي انا كلمت معايا راح من ورايا وقال على الكلام ده بقت المشكلة اكبر او ممكن التشهير ده يسبب مشكلة بيني وبالناس برضو قريبين مني جدا يعني فرضا اخت جوزي قالت لي كلمة وانا قلت لان انا هعتب ولا انا هقول وخلاص وانا لو عطبت هفتح المواضيع وقلب المواجع وكده وخلاص وبعدين دي اخت جوزي وخلاص والمحبة لكن كل ما اتكلم مع جوزي اجيب له استيرام انت ناس اختك عملت فيه كذا وكذا وكذا انت مش فاكر اللي حصل في عيد ميلادي انت مش فاكر اللي حصل في فرحنا انت مش فاكر اللي حصل لما رحنا لهم والمفوض كنا ندرك طب ما هو صحيح هو مش هيروح ولا يقول لاخت ولا كل حاجة ولكن ممكن علاقتي بجوزي تفسد بسبب ان انا عمال اجيب الموضوع يوم بعد يوم وتاني وتالت ورابع ومش بنسى الموضوع صحيح انا ما رحتش عاتبت الشخصيات نفسها ولكن كلامي مع حد تاني ممكن ان هو يسبب مشاكل كبيرة جدا في حياتي انا برضو في غنى اذا انا لو قررت ان انا ما عاتبش ان انا برضو ما اتكلمش في الموضوع ده مع حد خالص علشان ما يبقاش الموضوع بيذكر كتير وده ممكن يأجربت انا اكتر وممكن هو يأجربت الناس التانين اللي انا بتكلم معهم ممكن يعمل لي مشاكل اكتر في الموضوع العتاب العتاب مش مرفوض من ربنا بشرط ان هو يكون الانسان فعلا اخطأ في حقنا وبشرط ان يكون الدافع ان انا اربح اخويا وبشرط ان العتاب يكون بطريقة سليمة وباسلوب سليم وفي الوقت المناسب لو انا قررت ما عاتبش فانا ممكن اتجنب الشخص اذا كان ده ممكن اذا كان التجنب غير ممكن فممكن انا اضع حدود في تعاملاتي مع هذا وما يدخل في موضوع الكلام او التشهير بالشخصية التانية والافضل ان هو يعني يسيب حقه في الموضوع ده معنى ان هو العتاب هو نوع من استرداد الحق انا ليه حق وانا بسترده فاذا انا لو انا تركت هذا الحق زي ما الكتاب يقردني يعني يجب يأخذ منك الثوب اترك له الرداء ايضا فما يجراش حاجة ان انا ممكن اترك ازا انا تركت برضة وبمحبة ومن اجل ربح الاخرين فده عمل مقدس جميل جدا واخلاق مسيحية حلوة خالص خالص وارقة واسمى بكتير جدا من الاسرار على استرداد حقي فالواحد يفكر في المواضيع دي وهقول اخر جملة علشان دي هتفتح لنا موضوع الاجتماع الجاي ان شاء الله ان في كثيرا من الاحوال يكون العتاب بدافع الذات في الانسان فالمرأ الجاي ان شاء الله هنتين نتكلم على الذات والشخصية اللي هي تهتم بذاتها وازاي ان نتعامل مع الذات وازاي نتعامل مع الشخصية اللي هي بتسمى نارسست او شخصية نارسية يعني وان شاء الله نتكلم فيها المرة الجاي لإلهنا كل المجد في كمستر الآن وكل قوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلص نيسوع المسيح شركة وموهبة وعطيت الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب